جرى بالرباط التوقيع على مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمحكمة العليا بجمهورية النمسة لتعزيز التعاون وتبادل التجارب والخبرات في المجال القضائي فضلا عن تبادل الوفود والزيارات وتنظيم أنشطة مشتركة في كل ما يهم الشأن القضاء والحقوق في البلدين وقعنا اتفاقية للتعاون ستمكننا من صبر مزيد من أفاق التعاون القضائي بين البلدين والتعرف على التجارب المختلفة تعلم هنا أن القضاء ولسيما في مادة تجارية ينهج الآن نحو العلماء ونحو تخطي حدود الدول فيما يتعلق بعلاقات الاستثمار والتجارة والتنمية وتعتبر مذكرة التفاهم هاته التي وقعها الرئيس الأول لمحكمة النقدة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والرئيس الأولى للمحكمة العليا بجمهورية النمسة أول اتفاقية تعاون توقعها المحكمة العليا بالنمسة مع بلد عربي وإفريقي أنا فخورة بتوقيع مذكرة التفاهم هاته لتبادل الخبرات والرؤى بشأن العديد من النقاط كما أتمنى أن يكون هناك تعاون جيد وتم خلال هذا اللقاء إجراء مباحثة بين الجانبين همت على الخصوص بحث آليات التعاون والشراكة وتعزيز العلاقات مع المحكمة العليا بجمهورية النمسة كما شكل اللقاء مناسبة لعرض التجربتين المغربية والنمساوية على مستوى مميزات النظامين القضائيين واستقلال السلطة القضائية شكرا